الزهراء والحاجة، اثنتان من بين العشرات من النسوة في ولاية معسكر، اللائد خن مجال تطوع نهار رمضان، فالمرأتان خلفت ورأهما عائلتيهما وأشغال منزليهما، ونذر حياتهما لإعداد الوجبات الساخنة لفائدة العائلة المعوزة وعابر يسبيل، حيث بقيت على هذا الحال منذ سنين طويلة. هنا طوعين، ندروا في سبيلة، نخلوا ديارنا، ورانا جايين هنا في سبيلة، ندروا لنا طيب وحنا والحاج إبراهيم، للمساكين. هنا هنا في شحر، هنا نعاونوا للمساكين، نخدموا معهم، نقوموا معهم، نعاونوا لطواجن، نعمروا لنا طيب وحريرة، طيب وشربة، طيب. وإلى جانب عدد من الرجال الذين سخاروا أوقاتهم لنفس العمل، فإن خبرة المرأتين في المجال جعلت الأشغال تنتهي يوميا بنجاح، وبالدقة والكيفية المطلوبتين. مطوعين رهما موجدين، خاصة الحاجة الظهرة والتي يبتح على فرقة النساء، اللي الدور تحمهم الطبخ. كما قلنا نقول، الظهرة هنا مرأة مطوعة في حتى الشن سنة معنا في المنساكين المطعم، تخلي دارها وتخلي وجيد خدمة صباحنا مسكينة وتدير باركة. ذلك هو بعض من أبواب الخير لمن أراد طرقها، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.